السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سنكمل في دور التعلم الارديوين وباحترافية في اخر محاضرة تقريبا اخذنا لابد اخذنا اخر موضوع والذي كان يتحدث عن وقلنا انه ظل علينا سؤالين هدول الاسئلة ويتمارين بامكانك انت تحلهم هو يفضل والمفترض انت روح تحليتهم بايدك قبل ما انا اجي واحلهم في هذه المحاضرة طبعا انا بنصحك ان انت توقف الفيديو وتحلي الاسئلة اذا انت مش حالها في حين واجهتك بعض المشاكل بامكانك ترجع للفيديو وتشوف ايش نقاط النقاط النقص عندك وتصلحها السؤال الاول طبعا احنا عنا سؤالين عن طبعا مش معناها ان المواضيع الجبل هيك اخذناها حننساها لا برضو حنستخدمها نستذكر على السريق احنا ايش اللي اخدناه في اللوبينج استركشور اخدنا في اللوبينج استركشور نحن نتذكر اول اشي الواي لوب وشرحنا ايش هي الواي لوب وكيف بنستخدم الواي لوب بعد هيك اخدنا وقلنا انه انا في عندي ثلاث حالات كونتر كنترول دواي لوب وقلنا هادي ممكن انا بعد هيك استخدم الفور بدلها في عندي الحالة التانية واللي بتحكي عن سينشل كنترول دواي لوب لو انا بكون في عندي حارس هنا زي متغير واخدنا عليه بعض الامثلة بعد هيك في عندي انا فلاك كنترول واي لوب اللي انا بكون عندي هنا زي سينشل او اه متغير لكن من نوع بوليان واخدنا على هيك بعض الاسئلة والامثلة طبعا بعد هيك اخدنا الفور لوب استركشور وقلنا انه هادي جزء من الواي لوب وقلنا هي ايش كونتر كنترول دواي لوب بعد هيك اه طرقنا اكتر واخدنا موضوع الدوايل استركشور واخدنا عليه بعض الامثلة طبعا بعد هيك اخدنا موضوع انا كيف اختار اللوب الكويسة والافضل في البرنامج كنا لو انا عندي تكرار عارف عدد المرات بختار اللوب لكن لو انا في عندي اه تكرار مش عارف عدد مرات والبرنامج ما حدد ليش وممكن ما يصير الشكرار من الاصل باستخدم الواي لكن لو ممكن لكن لو انا عندي عملية تكرار واحد على الاقل باستخدم الدوايل بعد هيك اخدنا البريك والكنتونيو استيتمانت واخر موضوع اخدناه كال نستد كنترول استركشور وقلنا انه انا باستخدم فور جوا فور وقلنا بشكل عام انا ما بدي اعساني المصطلحات انا جملة الفور لوب ممكن احط فيها اي جملة اي حاجة ويوصلنا في اخر اشي الى الاسئلة والتمارين وكان عندنا السؤال الاول هو تعديل لاخر مثال اخدناه اخر مثال كان بيقول لي بدي ايك تطبع لي هذا الجدول تكتب لي كود اردوين ويطبع لي هذا الجدول او هذا الشكل حكينا المرة الماضي اللي بتتذكره انه هذه الارقام دججنا فيها شوية ولجينا انه هاي الارقام عبارة عن ناتج جرب الصف في العمود مثلا الرقم 12 هو عبارة عن ضرب العمود 4 بالصف 3 لو قلنا مثلا 40 حبارة عن ناتج جرب العمود 8 في الصف 5 لكن احنا باللاحظ هنا انه شكل الارقام هاي مش مرتب ومعكبس احنا ممكن نظهره بالشكل هذا لو لاحظ الشكل هذا على شكل عمدان مرتب احنا لو اظهرنا المثال السابق ناتج جاعه بالشكل هذا بيكون امورنا تمام طبعا كيف لو انت لاحظت معي ولققت شوية هتلاحظ انه بين كل رقم والتاني في عندي ثلاثة سبيس ثلاثة مصاطر يعني هنا لو تلاحظ في عندي بين كل رقم والتاني ثلاثة وهنا نفس الاشي تمام لكن ليش بيصير الشكل المش منتظم هذا لانه في عندي ارقام من خنتين عشريات فبينها وبين الرقم الوراها بردو ضلت ثلاثة مصاطر أو ثلاثة سبيس فاذا لو حطيت بين كل رقم اللي متكون من خنتين واللي وراه فقط مصاطر اثنين مش ثلاثة بيكون الكود طلع بشكل اكبر زي ما انت ملاحظ بالشكل هذا طيب انا كيف ممكن اعمل هذا الكلام طبعا هذا الكلام احنا ممكن نعمله بطريقة معينة احنا الان هنشوفها فانا عشان اعمل هاي الطريقة بامكاني انسخ في البداية هذا الكود لو انا نسخت هذا الكود وروح ادعى برنامج لردوينو ولسقط هذا الكود طبعا احنا الان بدنا الرد بس الشكل بحيث انه يكون مقروق بشكل اكبر هيك الكود مقروق بشكل اكبر طيب هذا الكلام انا لو اخدته وروحت على برنامج التنكر كاد ولسقط ممكن انا اشوف الخرجاء الاردوينو طبعا احاول انا هنا لنص مش بلوكات انا الان لو شغلته طبعا هذا هو اعطاني النظام بتاعنا طبعا هنا باختلاف شوية انه هنا في مصطرة لو حطينا مثلا كمان مصطرة مثلا نقول مصطرتينت او ثلاثة مثلا اي ثلاثة هيك هيك نفس اللي موجود في الملف طيب انا لازم الان اعدل على هذا الكلام بحيث انه يطلعلي بالشكل المناسب والشكل المرتب كيف اعدل احنا حكينا لو انا عندي الرقم بتكون من خنتين فهذا معنى ايش ان انا بدي احط مصطرتينتين مش ثلاثة لكن لو هو من خانم بدي احط ثلاثة مساطر فكيف بدي اعملها بسيطة الرقم اللي بتكون من خنتين هو هذا الرقم بيكون اكبر من تسعة فانا بكل بساطة فاقول له اف اي ضرب اي ضرب ج تمام اذا اي ضرب ج اقل من تسعة انا حطبع ايش هطبع ثلاث مصاطر هطبع ثلاث مصاطر لكن الثلاث غير هيك شو معناها انا بدي اطبع مصطرتين هيك مصطرتين اعتقد هيك الامور تمام بس انا هنا في معلوم بدي احكيلك اياه انو انا هنا مستخدم اي ضرب ج وهان نفس الكلام انا مستخدم اي ضرب ج فعملية الضرب يعني نوعا ما بتاخد وقت في الالودينو فانا لو بدي اخلي كودي مثلا اسرع بقول مثلا كي مساوي اي ضرب ج اي اه هانا بعمل انا متغير من نوع كي انتجار وقلت انا هانا مثلا كي وهانا كي برضو بمشي الحال يعني نفس الاشي بس انا هيك الكود اعتقد اكبر بس انا اضفت متغير فصار فيه مساحة في البرنامج اكبر الان انا لاخدت هذا الكود وروحت على برنامج الاردوينو وحطيته عاسف برنامج تنكر كاد طيب نشوف الان النتيجة اللي عنا طبعا النتيجة اللي عنا زي ما احنا بدنا جدوال مرتب و كويس جدا طبعا انا حلت المثال هذا بطريقة يعني افضل بس اني انا ضفت جملة حلت لي الموضوع كله طبعا البرنامج هده احنا شرحنا جابليك احنا كيف بنبني قلنا انه انا عندي خمس صفوف معناه انا بدي اعمل فور خارجية بتعيد لي خمس مرات عندي انا عشر اعمدة فبعمل فور لوب تكون من عشر فور جوه للفور الاولى متكونة بتلف لي عشر مرات عشر اتريشن كل رقم تطبعه هي عبارة عن هذا الجرب الصف في العمود هذا المثال سهل مش هالصعوبة باعتمد على المثال الجابل لكن بس اني انا بتظهر بشكل اكبر افضل الان انا في عندي في سؤال اتنين هو السؤال الى اجواء واللي حياخد معنا وقت طبعا انا حرفق لكم حل الاسئلة في وصف الفيديو السؤال الثاني بحكيه لي صمم كود البينو بحيث نمتلك خمس لدات متصلة بالمنفذ 9 10 11 12 13 طبعا كلمة متصلة بالمنفذ لو قلنا بالرجل او بالبنة بكون افضل يعني البق بحيث يكون احد اللدات بحيث يقوم احد اللدات بالمواميض في حين تكون اللدات الاخرى مضيئة تماما يعني انا عندي خمس لدات كلهم ضوين الا واحد تعمل بلنك والجدول التالي يوضح عدد مرات الواميض به كل اللد وتوقيت الواميض الخاص به وكذلك سرعة الواميض لأنى انا اللان بدي عندي خمس لدات واحد من كل ما حيكون ضوين واحد منهم بعمل تعمل بلينك طب مين هو الواحد متى وحد يعمل بلينك ويش سرعة البلينك وعدد مراك البلينك هنا هنشوف فبقلي انه انا في عندي رقم الائتريشن في عندي واحد واثنين ثلاثة واربعة وخمسة انا عندي اتريشن خمس مرات جميل في الائتريشن الاولى الليد المنتصر منفذ تسعة هيعمل وميض ثلاث مرات بتأخير زمن خمسمية الليد المنتصر منفذ عشرة اربع مرات عدد الوميض ودلي اربعمية وهكذا طيب انا مثل هذا البرنامج كيف ممكن اعمله لو انا جيت انا هنا على برنامج الاردوين اي دي اي وقلنا بدنا نبرمج كيف حنبرمج اول حاجة انا في عندي خمس لدات متصلة بالمنفذ تسعة عشرة احداش اتنى عشرة ابتعش هاي لدات بدي اعملهم كمخرج فكذا ممكن انا اعملهم كمخرج ممكن انا يقول بين مود اه مثلا تسعة اوت بوت بصة منقوطة وانا بانسخ خايا الجملة وبكررها خمس مرات كلام سليم كلام سليم لكن برضو انا ممكن اعمل هنا انا فورلوب واختصر الموضوع مثلا سمي متغير بن مش اي اه اه بن اقل او يساوي 13 فصة منقوطة بن بلس بلس ممكن تستخدم متغير اي ممكن متغير اي اسم بمشي الحال هيك البرنامج بكون اموره تمام من الناحية هاي ايش اللي بصير هان بصير عندي فورلوب فانا بسطرين بدل خمس اسطور قدرت اعمل المنافذ اللي هنه من تسعة لا تلطعش كاوت بوت طيب اجا واحد قال لي انا بدي امسك الجملة اي وانسخة واحطها خمس مرات احط المنفذ تسعة عشر احداش اتناش مش مشكلة فيش عنا اي مانع انت استخدم التكنيك اللي بدك ايا لكن هذا مثلا النظام بيسرع لي الاردوين او اني بيقصر الكود بيقصر حجم الكود مش انه بسرع الكود بصير حجمه اقل يعني انا بسطرين بدل خمس اسطور عملت الوظيفة البديية مثلا لو كان انا عندي 13 لد بدل ما احط 13 سطر ممكن فقط بسطرين انافذ هذه الوظيفة طيب هذه الخطوة تقريبا سهلة مش هالصعوبة الان بيقولي انا بدي كل لدات ضوية الا لد معين الان 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 قبل ما نبدأ في البرمجة بلاحظ هان انه انا عندي في اكامل اتريشن خمسة اتريشن هادول الخمسة اتريشن بسطات انا بقدر اروح اعمليش فورلوب لخمسة اتريشن تمام بشو هي بقولي خمسة اتريشن في شو معناه فورلوب خمس مرات مثلا هاي اي يساوي سفر او خلينا نقول مثلا واحد فاصة منقوطة اي اقل او يساوي خمسة خمسة فاصة منقوطة اي بلس بلس الان الامور لحد الان تمام انا هنا عندي خمسة اتريشن واحد وخمسة مية المية في الاتريشن الاولى انا ش هروح اسوي هروح امسك الليد الاثمان فترقم تسعة اخليه يعمل البلينك والباقيات ضويات اكمل مرة البلينك ثلاث مرات ماشي الامور برضو لحد الان سهلة كيف بسوي بروح اقول له مثلا بدي استخدم هنا سويتش بقول له بدي للمتغير او في عندي كيس واحد في عندي انا هنا في الختام جملة بريك خلاص طيب ايش بدي احط في كيس واحد بدي اقول لأول حاجة كل الليدات مضويات بقوله بدي ايجي تل تل رايت عدل ليد تسعة هاي مية المية مية المية وهي بدي اعمال لكل لدات فانا بقى لسقة تمام بقول انه هنا الليد مثلا عشرة طبعا انا هنا اتناش وهنا تلات عش انا في المرة الاولى بدي الليد رقم تسعة اللي هو اللي بيعمل بلينك فالان اش بقول بقول له فورلوب بعمل مثلا متغير من نوع جي فسطة منقوطة اي جي اقل من ثلاثة ليش اقل من ثلاثة لانو انا هنا طالب مني ثلاثة مرات وميض اقل من ثلاثة فسطة منقوطة جي بلاس بلاس خلاص في طيب انا انا اش بساوي بدي اعمل بلينك لا الليد رقم تسعة فبروح ايش بعمل بلينك بسيطة بلينك بعمل هيك طبعا الليد رقم تسعة بعدها بعمل ديلي قديش مقداره بيقول لي ديلي مقداره نص ثانية وخمسمية خلاص بروح بنسخ هذا ولا السطرين السطر هذا وهنا بردو تسعة لكن هنا في عندي لو بدي اعمل بلينك خلاص الامور هيك تمام هذا الامين للكيس الرقم واحد تمام الكيس رقم اثنين ايش بساوي بنسخ الكلام هذا كله زي هيك كنترول سي بنزل سطر كنترول في بعمل هاي كيس ايش اثنين وبغير هذا بخليه هنا ايه تسعة وهذا عشرة عشرة عدد الدليء لو نرجع للجدول اربعة وهذا اربعمية اعتقد خلاص اجينا اه تمام مية الميل امور تمام تمام وبانسخ وبكرر لكل حالة وبشغل البرنامج بشكل سليم طبعا الكود نفس هاي لو نشوف الكود هو نفس الكلام اللي حكيته بيعمل اول شي هاي لكل المنافذ بعدين بلينكات وبعدين بعمل بريك وهكذا تكرار لجميع الموجود عندي وانا بشوف ايش اللي بصير طبعا انا بدي اربط هنا للدات واشوف الخرج تاعه انا الان حوقف الفيديو افتح المثال انا عامل المثال على موجود على البرنامج تين كاركاد وحاطركم الرابط ان شاء الله وحنشوف النادج مع بعض طيب هذا هو الان احنا نلصق الكود هنا ونشغل البرنامج بنلاحظ هي عندي الان اربعة تلاتة بلينك بعدين هنا اربعة طبعا هنا بشكل اسرع الان هنا بصير عندي اسرع شوية وعدد اكتر هنا اسرع اكتر وعدد بلينكات اكتر وهكذا طيب احنا لو نلاحظ هنا في ان الشكل تاعنا الكود هنا معنى اخد يعني عدد كبير من الاسرع باللاحظ هنا عندي اربعة وثلاثين سطر وخلينا اقول لك ان الكود مش مستاه يعني اربعة ثلاثين سطر هدول اكتر ليش لانه احنا هيك لما برمجنا بالطريقة هاي برمجنا بطريقة عقيمة خلينا اقول لك هيبجو احكي لك من المعروف انه يمكن حل اي مشكلة برمجية باكثر من طريقة برنامج تكتب برنامج بطريقة البداكية وحنا حلينا اول اقتوق الطريقة الكلاسيكية العادية ان انا فكرت تفكير اولي بجانا كيف بدي ابرمج عندي برنامج بدي برمج لكن لحظ انه البرنامج بسيط ومع ذلك اخد مساحة كبيرة ان شاء الله قدام لما ناخد الكلام هذا بنقدر نحله عن طريق دالة نعملها مرة واحدة ونعمل لها استدعاء طيب هل انا ممكن اقصر الكود بطريقة اكبر افضل بالمفاهيم لان اخدها طبعا اه طبعا لو تشوف هذا الكود اللي انا حاطته الكود هذا اصغر بشكل يعني بشكل كبير لكنه ايش بيعمل نفس الوظيفة طيب انا كيف عملت هذا الكود وكيف برمجت هذا الكود لو احنا رجعنا للسؤال مرة تانية خلينا انطل في السؤال بشكل اكبر اول حاجة بلاحظ انا انه المنافذ هنا تسعة عشر حداشة اتناش تبتاشر القام وربعة نور تمام هذه انا في البرنامج لان عامله مش مستخدمها لانك انت ممكن تستخدمها طيب نيجي هنا للملاحظة التانية انا عندي عدد مرات الوميض ايش عدد وربعة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة شو معناها انه انا في كل اتريشن في كل اتريشن ايش هروح اسوي هروح اعمل انكريمنت واحد لعدد ممرات الوميض طيب اجعل ديلي مية خاسف خمسمية اربعمية تلاتمية ميتين مية شو معناها انا في كل اتريشن هروح اعمل للدلي ناقص مية انا مش هشرح يكود بشكل يعني مفصل لكن هذكر لك بعض النقاط فهذا هو نفس الكلام انا ديلي كل مرة بعمل لنا قسمية ويعاد مرات البلينك ايش بعمل لهم بلاس واحد في كل ايش اتريشن انا عندي اتريشن كبيرة هانا هيا فورلوب الفورلوب هيا انا اول حاج بعمل لي لا الجميع اللدات هاي مع عداء اللد اللي انا فيه انه هاي بعمل لي انا ايش بعمل لش برفعوش هاي لكن انا هنا بعمل له بلينك طب قديش عدد البلينكات هي النمبر النامبر انا معارفه هي اول ما ابدأ اللوب بتلاتة وبعد هيك بزوده طبعا مش هشرح الكود بتفاصيل يعني دقيقة دقيقة لكن يكفي ان شرحت لك بعض النقاط فيها طول في البرنامج شكل اكبر هذا البرنامج هذا انت لما تحله او اذا انت عملت زيه او طريقة اقرب منه اه هذا بدول انك فاهم البرمجة بشكل اكبر اه طيب لو حد برمج في الطريقة الاولى الكلام سليم مية المية وبرضو انت معناها فاهم البرمجة وامورك تمام هذه المواضي انت يعني كل ما تبرمج اكتر كل ما بزيد خبرتك اكتر كل ما بتستفيد اه ان شاء الله اكتر لو انا خدت البرنامج هذا وروحت على التنكر تناقل تنكر كال او شرح خلته حلا يجب يعمللي نفس الوظيفة الى جديمة تمام طبعا التين عشرين سطر عدد اقل لكن وظيفة نفس الوظيفة تمام فا 1985 فا اه دايما انت قبل ما تروح تعمل هي تحل المشكل توعي تعتكل بها multiplayer انت تتعلم الاردين مش عشان تحل اسئله لكن انا باحكي لك لو انت مثلا حطت في مشروع انت يمسك مشروعك وحل لون له اكبر لانه انه هنا حللت المثالandi او السؤال اللي عندي لقيت انه في هنا تسلسل فانا بقدر استغل التسلسل الهانه وتسلسل الهانه باني اصغر الكود لكن مثلا الارقام هاي لو ما كانتش متسلسلة او الارقام هاي لو ما كانتش متسلسلة ماشي انا ممكن اروح للطريقة الاولى وهي الحل لكن انت دايما طلع مشكلتك بشكل اكبر وحاول وظف تفكيرك وبعض معادلات تصف النظام اللي عندك حشان يطلع عندك الكود اسرع واصغر واكفر قابلية للقراءة اعتقد المثالين هدو او السؤالين هدو لاز انت حللتهم بيكون امورك طيبة في الفورلوب برضو الفورلوب احنا مش هنخلصها نحطها عجانب لا هنظرنا نرجع لها تاني ونستخدمها في المشاريع القادمة طبعا بهذا الفيديو احنا بيكون خلصنا اللوديكي سركتشا طبعا هو هذا احد مواضيع شابتر ثلاثة بضل عنا في شابتر ثلاثة موضوعين اللي هو موضوع طبعا مواضيع النظرية تقريبا خلصت مواضيع البرمجة بشكل اساسي خلصت بعدها خلصت حتحلو الدورة حتكون عملي بشكل اكبر حنتعرف اكتر على الاردوينو في المحاضرات القادمة على المنافذ اللي بتوفرها الاردوينو حنعمل بعض المشاريع الجميلة طبعا خلينا نوقف الفيديو عهيك طبعا اتمنى لك كل توفيق وبتمنى تدعموني بلايك بشير سكسكرايب لانه هذا بيدعمنا وبيساعد على نشر العلم وان شاء الله العجر والثواب اليك ويأطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم في محاضرة قادمة